ضمن فعاليات معرض أربيل الدولي في كردستان العراق تم افتتاح المهرجان الرمضاني الدولي الأول للتسوق بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات العراقية والعربية التي عملت على عرض منتجاتها من مواد غذائية ومنزلية وأدوات التجميل هذا الدورة الأولى للمهرجان الرمضان الدولي للتسوق بمشاركة أكثر من ثمانية شركة من ثمانية دول في الدول العربي تركيا دول جيران تركيا إيران ودول أخرى مثل سانيقال باكستان وهندستان فعاليات المهرجان تبدأ يوميا وعلى مدى 12 يوما بإقامة موائد إفطار رمضانية لجميع المشاركين في المهرجان فيما تقوم الشركات بعرض منتجاتها ونشاطاتها المختلفة أمام الزوار أيام المعرض 12 يوم من 20 إلى 21 إلى 23 من هذا الشهر الشركات المشاركة يعرضون المواد الغذائية الموبيليات المستلزمات المنزلية والمستلزمات التجميل وكل أيام المعرض يبدأ بإفطار لـ 200 شخص من المشاركين ومن الناس الذين يزورون المعرض زوار المهرجان أكدوا على ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعمل على ربط العراق بالشركات العالمية من مختلف البلدان في الوقت الذي عبروا عن شكرهم لإدارة المهرجان على حسن التنظيم أتمنى أن يكون هذا الشيء حافظ للصناعات المحلية في كليمكستان وحتى دول الجوار من أجل نقل معاملهم أو إنتاجاتهم من أجل التبادل التجاري يكون أحسن في المتقبل القريب جئت للمعرض شيء كل شهلو أغراض متونوعة به ومن جارتنا مصر ومن جارتنا من جميع نوع الدول جاية هنا ومعرض كل شهلو أما المشاركون في المهرجان فقد عبروا عن سعادتهم بالمشاركة ومنحهم الفرصة في عرض منتجاتهم في كردستان العراق إحنا المراتي عمنا لكم تشكيلة جميلة جدا جايبين حاجات من مصر حاجات منتجات البهارات وجايبين ملابس وجايبين منتجات خان خليلي وجلبية مصرية وجايبين ملابس أطفال إقامة مثل هذه النشاطات التجارية في كردستان العراق لها العديد من الفوائد مثل العوائد المالية وإطلاع العالم على تجربة كردستان الحالية والتي أصابها بعض التعثر بعد استفتاء الانفصال الأخير والأزمة السياسية والاقتصادية مع الحكومة في بغداد